طيب الدكتور سعيد اللويندي وستاذ العلاقات الدولية في الاهرام اهلا بيك يا دكتور سعيد اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك يا فاند كيف ترى اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر يعني لا انظر فقط الى هذه الاتفاقية لكن جملة اتفاقاتها التي تمت اعتقد انها ناقلة نوعية في العلاقة بين مصر والسعودية في رحالة قادمة وقد اشهد الكاثروون بالتقارب لمصر السعودي باعتبر ان مصر والسعودية هي القاترة لتجرر الاتحاد المنطقة العربية الى الامام طيب وبالاخص دي في العلاقات ما بين الدولتين بالتأكيد العلاقات ما بين الدولتين كبيرة للغاية وراسخة وما فيش اي شيء ممكن يعكر الصفو ما بينها ولكن كيف ترى الجزيرتين تيران وصنفير اولا نحن نتكلم عن جغرافيا ثابتة دائمة للنهار وبالتالي هناك قانون دولي عام يحكم العلاقات بين الدول وأتصور بشكل أو باخر ان الرئيس سيسي لم يبع ولم يتنازل ولم يترك هذه الجزر بالعكس مدامة هي سعودية فلتأخذها سعودية اذا كانت مصرية فلتظل مصرية يعني لا اعتقد لكن الذي انا واثق منه تماما ثقة في اني اتكلم معك الآن وأنا هناك محاولات للتغطية على الزيارة ونجاح زيارة العائل السعودي مرة يفتحوننا قضية الجزر ومرة يفتحوننا قضية روجيني الايطالي فجأة عندما يكون ملك السعودي عندنا وعندما تحقق مجاسب الشعب المصر والشعب السعودي اعتقد انه يعني زمالي دي وعملنا سعيد هي مسألة اصغر من هذا دي كثير فقط الهدف منها تغطية على الزيارة ولافت الانتباه بشكل ابو اخر لكن لا بد من وفقة مجلس النواب مجلس النواب لم يوفق بعض على هذه الاتفاقية بشكل ابو اخر ترسيم الحدود وارجو ان تعتقد اننا لو لم نكن قد رسلنا الحدود لقامت الدنيا وقعدت بسبب مثل هذا الامر لماذا لم نرسم الحدود واتسألونها كأننا اعملنا الارض المصرية الى اخره لكن عندما تقوم بترسيم الحدود ويظهر ما يظهر تصبح هذه مسألة فيها التسيب وتنازل الاخره لا اعتقد ان انسان ما لعالم العربي اكثر وطنية من الرئيس عبد الانسيسي وبالتالي هذا يعني انه لا يمكن ان تنازل عن حبة رمال كما قلت انت لكن انا بطفق معك هذا الامر بدم هناك جثرة وهناك قانون دولة عام ونحن نعيش في عالم وليس نعيش في فوضى اعتقد ان كل ما يحكم بين قانون دولة عام يجب ان نستمع اليه واذا كانت هذه الجزء السعودية فالتذب الى السعودية لكن لا علاقة لنا بهذا المزاك انا بطفق معك في اثقاتنا في ادارتنا المصرية بالتأكيد مش هيقدروا يعني يفرطوا في حبة رمل بالاخرص احنا بنتكلم على سينة سينة اللي هما بيعلموا جيدا مدى واهمية والدم اللي بذل في سينة من كل بيت مصري كل بيت مصري كان فيه شهيد ضحى بالدم فمش هيضحوا بحبة رمل واحدة من ارض سينة بالتأكيد احنا بنطق فيهم ثقة كبيرة ولكن عايزين فقط المصرحة في الفترة اللي جاية نقدر نقول المعهدات كذا 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 نوضح للمصريين ايه الحقيقة فقط علشان ما يحصلش الشائعات ما بين الناس كل واحد يتكلم ومش عارف فبالتالي احنا عايزين المعرفة انا مش هادر اقول ان انا عالم ببواطن الامور ولا عالم بالترسيم ولا عالم بالخرايط في لجنة مختصة اللي بيخلينا نتكلم هو غيرتنا على بلدنا بس في نفس الوقت عايزين مصرحة من حكومتنا المصرية في هذا الامر شكرا